السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اليوم لدينا فائدة ربما كثرت في عصرنا هذا وهي محاكاة كثير من مشاهير القراء نذكرها مع الشيخ عبد الرزاق ومحسن جبدر في كتابة التبيان شرح أخلاق حملة القرآن الأجري تكلم عن التغني بالقرآن وأن هذا طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفرق بين التغني الممدوح والمذموم ثم قال نقل كلام ابن قيم رحمه الله أن الممدوح مقتلته الطبيعة أما المذموم هو الذي يتصنع تصنعا متكلفا فيه فيكون فيه من الأوزان والإقاعات والموسيقى وغيرا وكذا ويقول حقال الحافظ ابن كثير في تفسيره المطلوب شرع إنما هو التحسين والصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يستك في أدائه هذا المذهب هذا كلام ابن كثير رحمه الله فيعلق البدر وفقه الله يقول ويدخل في هذا أيضا ما يفعله بعض القراء وهو محاكاة قارئ آخر وتقليده لنبرة صوته فهذا مما ذمه السلف أيضا لأنه إنما يحصل بتكلف وتصنع وتقليد قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته بدع القراء القديمة والمعاصرة يقول فإن الناظر لا يرى حرفا واحدا في تسنن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بمحاكاة حسن الصوت في صوته بالقراء ولو كان ذلك واقعا لنقل انتهى كلام بكر وزيد فيقول البدر وكلامه رحمه الله حق فلو أن تقليد الأصوات كان مشروعا لبادر الصحابة رضي الله عنهم إلى تقليد أصوات أصحاب أصوات الحسنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود لجمال صوته وحسن تلاوته ولم ينقل أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين لهم بإحسان قلدة فلما أعرضوا عن ذلك مع ما عرف عنهم من حرصهم على الخير دل ذلك على أن هذا العمل من التكلفات التي حدثت في الأزمنة المتأخرة والله أعلم يقول في زماننا برز أشخاص عرفوا بتقليد أصوات مشهير القراء حتى أن بعضهم يقلدوا عددا ليس بالقليل من القراء لا يخطئوا في محاكاة نبرة أصواتهم وطريقة آدائهم ثم يقال له قلد فلانا وقلد فلانا ويستمعون إلى تقليده لا إلى القرآن وربما ضحكوا أو تعجبوا دون أن يقوم في قلوبهم تدبرا للقرآن وما لهذا أنزل كتاب الله جل وعلا وما هذا شأن من يعظم كلام الله عز وجل وهذا كلاما لا شك نافع لأنه صرف الإنسان من القرآن إلى محاكاته وجمال الصوت واللهم استعاني ترجمة نانسي قنقر